يتقدم إلى ساحة أول مايو الحراك الذي حرر الجميع من القيود دفع بالعمال والنقابيين إلى مواصلة الضغط لإسقاط رموز المنظومة السياسية وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد لتحرير النقابية المركزية من رئيس يحكمها منذ عام 1997 نحن نخدمين الوفيس ناشونال دا الشينيزم ديوان الوطن اللي تطهير هتسرقنا دونس الموارحو وزيدو تحسبو والناس راح يتسرق وحنا على بنا مانش أخبية شوف يا أخي هذين ناس هذين راحوا يخطونا ميمتلوناش داوش الله يسهل عليهم وازداد ضغط الشارعي بمظاهرات جديدة للمحامين الذين يرون في تعيين رئيس المجلس الدستوري الجديد كمال في النيش قفزا جديدا على دستور فقد الشرعية مع تواصل الحراك الشعبي ودخوله الأسبوع التاسعة على التوالي رغم سقوط أولى الباءات المغضوب عليها شعبيا تبحث مجموعة من النخب عن سبل الخروج من هذه الأزمة السياسية اجتماع قاده رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن نقابات مستقلة أكاديميون وأساتذة في القانون والإعلام والعلوم السياسية أجمعوا على أن الأزمة تحتاج إلى حلول سياسية المثيرة السلمية التي قامت عبارة عن ثورة والثورة دائما لا بد من مرحلة انتقالية حتى تستقر وهذا البيان أو الإعلان الدستوري هو لتأسيس لوضع قوانين لمرحلة انتقالية وفي ظل حراك شعبي رافض لمقترحات السلطة ولا يود التوقف عن الزحف حتى يجسد شعاره يدن حوقاء ترى النخبة بأن استفتاء الشارع أجهز على شرعية الانتخابات من غير المنطق إذا نريد أن يكون هناك رئيس غير منقوس الشرعية ولديه تفويت شعبي كبير ولا تضرب مصداقية السلطة السياسية في الجزائر إذا نذهب للانتخابات في ربع جوليا هذا انتحار بالدولة الجزائرية سفينة التغيير تبحر وسط رياح عاتية لتصل إلى مرفأ الأمان في جزائر جديدة تتجسد فيها الإصلاحات بسياغة دستور جديد يسقط الصلاحيات الخارقة للرئيس الإمبراطور كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر